حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني من مخطط إرهابي وإجرامي كبير تعتزم ميليشيا الحوث الإرهابية التابعة لإيران تنفيذه خلال المرحلة القادمة عبر اعتقال مئات الموظفين والعاملين المحليين في عدد من السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية وقد يمتد ليشمل موظفين أجانب ما زالوا متواجدين في مناطق سيطرتها مجددا دعوت تلك المنظمات لنقل مقراتها فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن واستغرب الأرياني في تصريح صحفي حالة الصمت المطبق من الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها والمنظمات الدولية إزاء حملات الخطف والاحتجاز القصري المتواصلة والمتصاعدة التي تقوم بها ميليشيا الحوث الإرهابية تجاه موظفيها وتجاهلها إعلان الميليشيا مهلة شهر لكل من عملوا أو لكل من عمل من تلك المنظمات خلال الفترات الماضية لتسليم أنفسهم وأشار الإرياني إلى أن هذه المواقف السلبية والمتخاذلة من تلك المنظمات الدولية تجاه المحتجزين وعدم اتخاذ أي رد فعل تجاه الميليشيا الحوثية أصاب غالبية اليمنيين بالإحباط وبخاصة الآلاف من المواطنين الحاليين والسابقين أو الموظفين الحاليين والسابقين في تلك المنظمات والذين باتوا تحت رحمة ميليشيا إرهابية لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة وأكد الإرياني أن هذا الصمت المخزي والذي وصل حد تستر عدد من المنظمات عن حالات اختطاف واحتجاز قصري تعرض لها موظفيها مؤخرا لن يدفع ميليشيا الحوثي لمراجعة ممارساتها الإجرامية أو إطلاق المحتجزين بل سيدفعها لمزيد من تصعيد إجراءاتها القمعية واستخدام المحتجزين كورقة للضغط والابتزاز والدعاية الإعلامية وطلب الإريان الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن والمنظمات والوكالات الدولية بموارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لإطلاق كافة المحتجزين قصرا في معتقلاتها مجددا مطالبة المجتمع الدولي بسرعة تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية عالمية وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها وملاحقة الأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها وحظر سفر قياداتها وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج وتعزيز الجهود المراقبة لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد الميليشيا وداعميها وممارسة ضغط سياسي على الدول التي قد تدعم أو تتغاضى عن أنشطتها الإجرامية ترجمة نانسي قنقر